في اللقطة التانية النهاردة لو كانت زي ما الناس قالت ان الكورة كانت تسلل كان الكابت المحمود البناء استقلني في الكورة من ناحية الركنية تسلل حسين الشحات ولكن الكورة تم استئنافة ركلة مرمى ركلة مرمى وحارس المرمى لعبها اذا النهاردة اذا النهاردة اللعبة كانت على ضربة الجزاء وكابت محمد الحنفي في غرفة الفار شاف ان الكورة ما فياش حاجة خلينا اقول لكم بقى الكواليس والاجتماع من مصادرنا اخبار يعني وصلنا لها من مصادرنا النهاردة حصل اجتماع ما بين بريرا ما بين لجنة الحكام ما بين الكابتن هاني خيري ما بين الكابتن محمود البناء وكل اعضاء اللجنة النهاردة الاجتماع ده كان عبر زوم وكان متواجد مستر بريرا لئيس لجنة الحكام علشان يشوف الخطأ فين اولا الكابتن هاني خيري حامل الراية قال اني كان حسيني الشحات قريب مني وانا برؤيتي شاف الكورة ما فياش حاجة والكورة مش تسلل وصعب ان انا كمان قادر احكم على اللعبة اني طول ما اللعب عندي في الزاوية قريبا مني بتكون صعبة على حامل الراية لكن من وضعي ومن رؤيتي الكورة ما فياش اي تسلل راحوا للكابتن محمود البنة كابتن محمود البنة قال الحوار اللي دار ما بيني وبين الكابتن محمد الحنفي اذا انت بتأكد يا سيد محمد ان ما تطرقناش لأي تسلل في اللعبة نهائيا مزبوط يعني الكلام اللي دار ما بيني الكابتن محمد الحنفي ومحمود البنة عن التسلل مفيش خالص لكن الحديث كان كله عن ركلة جزاء والكابتن محمد الحنفي قال الكورة ما فياش حاجة وانا لو شفت الكورة بالوضعية دي في ايد مدافع البنك الاهلي كنت هحسبها ركلة جزاء صحيحة للنادي الاهلي ده اللي قاله الكابتن محمود البنة النهاردة في الاجتماع اللي قاله كابتن محمود البنة وده يوخذ عليه كابتن موسامة يعني مع كامل احترام وتقدير